بعد الإعلان عن انطلاقه تعرف على تفاصيل أول دوري لكرة القدم النسائية بالسعودية لأول مرة في المملكة العربية السعودية أطلق الاتحاد السعودي لرياضة للجميع دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي بالرياض في حفل حضره رئيس الاتحاد الأمير خالد بن الوليد وعدد كبير من المختصين في المجال الرياضي والفرق الرياضية وشخصيات بارزة في عالم الرياضة من داخل المملكة وخارجها وفقا لصحيفة عقاذ السعودية وسيقام الموسم الأول من الدوري والذي تم تمويله بالكامل من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في كل من الرياض وجدة والدمام وسيكون مخصصا للسيدات من سن السبعتاشر عام فما فوق إذ سيتضمن جولات أولية في كل مدينة بهدف تشكيل الفرق قبل الانتقال إلى مرحلة التصفيات ما قبل النهائية على أن يتم تحديد المباراة النهائية التي سيتم خلالها تسليم كأس البطولة كما سيتم تخصيص جائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي وأكد الاتحاد توفر وجاهزية ملاعب كرة القدم لبدء الدوري في مارس 2020 مع وجود فرق تنظيمية وفنية نسائية بالكامل من أجل إدارة اللجان المختلفة وستقوم الفرق المخصصة والمسؤولة عن التجهيزات للدوري بمعالجة كافة المتطلبات الإدارية والفنية والطبية والأمور المتعلقة بالتحكيم وفي هذه المناسبة أشهد الأمير خالد بإطلاق الدوري قائلا بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يعتبر انطلاق دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي قفذة كبيرة ونوعية لمستقبل بلدنا وشبابنا وصحتنا ولتموحاتنا للاعتراف بطاقات كل رياضي في المملكة والعمل على دعمه وأضاف الأمير خالد خطوة إطلاق دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي بمبادرة من اتحاد الرياضة للجميع هي خطوة استراتيجية وتاريخية في إطار برنامج جودة الحياة وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من أجل مجتمع أكثر نشاطا وصحة وتابع إن دعم المرأة في مجال الرياضة والاعتراف بإنجازاتها الرياضية يعتبر خطوة مهمة للمستقبل والاتحاد السعودي للرياضة للجميع متحمس وسعيد لرؤية هذا الأمر يتحقق من جهتها قالت المديرة التنفيذية للاتحاد شيماء الحصيني إن تمكين المرأة يكون عبر تبني برامج كهذه مثل دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي الذي له نعكاس شديد الإيجابية على صحة المرأة والياقتها البدنية وأكدت أن نحن في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ملتزمون بوضع المرأة في مقدمة مهماتنا